السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوصامدي فانها ان شاء الله نقدم واحد الموضوع اللي فاريد من نوعه وما كانت في اليوتيوب بقى وهو في الحقيقة مساعدة وهدية لكل مبتدئ يعني مربي ديل الالاني هاد الموضوع هو الشرابات او الحلامات ديل الماء كما كتشوفوا معايا انا دير واحد سيو او اهنايا هاد الشرابات هما هادو كما كتشوفوا كما كتشوفوا معايا ثم ثم كتدير بحركة هاد الحركة ان يخرج الماء ولكن هاد الحلامات هادو كين اللي كي بشي بلاد صغيرة يعني الدلوغري ما كيجيبهمش قلالين وما قلالين لذلك سيصور ديال الارانيب تربية الارانيب قلالين كين اللي ما يعني ما قدش على التمن ديالهم لان كل جهة تكون فيها الحلامة ديالها الخاصة بها انتو ممكن ما كتشوفوا انها دبوح دمره كيديرو عشرين درهم الحبة كين اللي كيديرو سبعة دراهم كين اللي كيديرو عشرة دراهم تناشر درهم ونص مهم كين تلمون ربعين درهم هاد الحبة هاده كدير ربعين درهم انا غالنا هاد النهار ان شاء الله هنقدم لكم واحد الموضوع بسيط يعني هاده ممكن انكم تصوبوها باليد ديالكم عادية انها بوحتة من رخيص او في الحقيقة هي بالمجان نحن الى قنارها في الحقيقة بالمجان تابعوا معايا الفيديو وان شاء الله تلخروا وغادي تشوفوا النسيجة ان شاء الله اذا كيما كتشوفوا معايا هاده دراجة دراجة نارية عادية للصغار او الكبار اسمو كيكون فيها كيكون فيها واحد الفالف هاده ولي منو كينفخو النفس ياك معروف هاد الفالف احنا كنقولوه الفالف هاد الفالف هاده التمن ديالو كيدير جوج دراهمون صفل جديد يعني الا بغتو تشريوه من عندك الدروغري يعني غادي لكي الحوانت اللي كيبيعو البياس ديال الطموبيلات ديال عفوانا يعني ديال الدراجة النارية ولا الدراجة البخارية يعني كين هاد الفالف هاده او ممكن انكم تحصلوا عليه من عند السيكليس لانة شامبرير منك يضيع يعني كي هاد الفالف هاده غى كيرما يعني السيكليس كيرماية ممكن انكم تحصلوا عليه بحوثاني والثمن ديالو ما را كيدير جوج دراهمون صفل الجديد إذا نتابع معي الطريقة كيف سنحاول أن هذا الفالف سنحاول أننا نردوه حلمة أو شرابة خاصة في تربية الألاني إذا نتابعوا معي الطريقة إذا الطريقة هي كالتالي تجيبوا قنينة عادية وممكن أن تخدموه إن شاء الله في حلقات جاية سننخدموه لكم حتى في السيو نحن هذا بغض نجيبوا قنينة عادية كما بغض تكون مشكلة للمركة ديالها مهم قنينة بلاستيك من يتشربوا من الماء أو من المناضة حتى في ضبها للقلعة خاوية فالف هو هذا فالف هو دي النفس يعني إذا أخذتو من شامبرير هذا أخذتو من شامبرير أنتم ما قطعتو بهذه الطريقة كي يكون فيكس هكا وكي يكون نوع آخر ما يكونش ملاصق مع الجلده مهم أنتم ما أخذو هاد النوع هذا يعني وخي يكون فالف تاليف يعني هذا الملكاتكي هكا يدخل نفس وهكا الملكاتكي يتكمل نفس كي يسدو عليه بهذه الطريقة صف يعني هذا النفس رأي من شدود ولاحظوا أنه عنده هاد الرأس هاد دياله أراه من نحاس يعني ما تخافوش من قدي أن الماء غدي غدي صدف هاد جيهة أو لا أنتم ما تتابعوا معي الطريقة وغدي تشوفو أن هاد غدي تولي الشرابة إن شاء الله إذن كما تشوفو ها هو الفالب ديالي هو هاد وعندنا هاد البوشونة حاولت أن نتقبه من هنا وهات تقبه ممكن أنكم تديروها بقطايب سخون أو ترنوفيس تديروه في النار تتحميه في النار وتقبه مثل هاد التقبه هاد هاد التقبه هاد اسمه غدي نديرو فيها هاد الفالب غدي نخشوف هاد التقبه هاد يعني بهات طريقة يعني هكا وخات تكون تقبه كبيرة ولا صغيرة مغير ما تكونش واسعة بززاف وصافي أنا جبتها تقريبا لأنه عندي الشنيول تقبت بها أنتم جلدك تبقى من هاد الجيهة والفالب كي يجي خارج من هاد الجيهة إذا انتمو غدي نديرو غدي نجيبو هاد الواحد الكرو ديالو الكرو خاص به هوا هنحيدو من هاد الجيهة وغدي نديرو لكم في هاد الفالب اسمو غدي نديرو غدي نزيرو غدي نزيرو عليهم زيان هنتمو بها الطريقة أنا حاولت أنني نديرو لكم كل شي يعني ماشي ندير غيمون جرد لقاطات ولكن ما غديش يفهم الطريقة وأنا غدي نقول لكم الطريقة بأكمالها هنتمو غدي تحاولو تزيرو بوحد البانس أنا غدي نجيب البانس وغدي نزيرو باش ميخرش الماء إذا كما كتشوفو أنا جبت البانس البانس عادي كما بغي يكون وغدي تحاولو أنكم تزيرو هاد الكرو هادة بها الطريقة هنتمو كما كيبال لكم هنتمو غدي نزيروه هناي باش منينو يخر يجي الماء من هاد الجيهة مايحاولوش يتصربنا من هاد الجيهة هناي خصو يبقى مفريني عند هاد هاد الفالف اللي اللي ركبناه هنتمو خصو نزيرو مزيان بها الطريقة ونايا شوف كيف شوقات هادك الجلده هنتمو وغدي تزيرو بها الطريقة مزيان بس هاد هاد المرحلة خصو تكون مزيان مزيان هكا بحالك هنا دابا غدي نديرو تجريبة وباش النفس ما تبقاش مجموعة هنا اللي عمرنا الماء كيحاولو تديرو واحد تقبة هنا يعني تقبة جيهة هنا علاش باش تنفس من هاد الجيهة غدي تولي وتعمرو الماء هكا تحط علي عيد اسم هكا تعمرو الماء هكا تعمر الماء هكا وغدي تديرو يعني الماء غدي يبقى يخرج من هنه ها اذا تابعوا معاي الطريقة وغدي تشوفوا كيفاش غدي تخدم ان شاء الله اذا كيما كتشوفوا معايا هانا دباء اركبتوا بهالطريقة هانتما كم كتشوفوا شوف هنه هانتما هاي بهالطريقة شوف رهما كتسيل ومولوه ولكن بمجرد اذا كيما كتشوفوا يعني شديد دباء يعني شديد على الماء هنا نركب دباء الماء هانتما 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 بمجرد انه تلمس هاد هاد الرأس كيسقط الماء هانتما هكا دباء هكي ممكن انه الارنب قصت هاد الرأس يبقى محلول هكا كل الارنب غدي يقيس يقيسها بالسنانه هكا هكا تبقى تخرج الماء هانتما بهالطريقة هانا غادي نجربوا هادا بعد الارنب نيشان ونشوفوه وش غادي شرب منه اذا كيما كتشوفوا معايا هانتما هالطريقة هانتما هكا نحيط سبعي انها كتقطع هانا غادي نحاول نعطيها الارنب وخراهم شاربين الماء ولكن غادي نحاول نعطيهم باش نجريكم الطريقة هانتما سبعوا معايا اذا كنحن سبعوا هادا ممكن أن تفكسي وافشي جا هانتما تفكسي وافها تجير على هكا هانتما كتبقى مدالية عند الارنب هانتما كتبقى الله عند الارنب هي هاد الرأس هكا 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 كتبقى تخرج انتو ما انتو ما هادو حالما يعني هي كتبان بسيطة ولكن راها في الحقيقة جد جد فعالة انتو ما واش كي ببالكم الما انتو ما انتو ما عدي را حلقة حصرية ان شاء الله وغادي تفيد بزاف 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 المربين دي الاراني هانتو ما بمجرد ان الارنب يقيس هاد الاخر كيبقى كيقطع الماء هانتو ما قطرة واحدة ما كتسيش هانتو ما بمجرد انه يلامس هاد الاخر هاد الرأس كيبقى يخرج الماء هانتو ما طريقة سهلة وبسيطة للغاية اذا هدي هي الطريقة اني قلت لكم كيفاش طريقة ديال السعمال نسو ما قنينة عادية نسو ما وفيها رأس ديال فالف نسو ما فالف هو احنا نسميه فالف علاج لانه كيخرج الريح من هاد الجيهة وكيبقى يسد من هاد الجيهة وهذا الرأس رأس كيكون نحاسي ما تخافوا من نواله لانه ما غادي يخرج لها نفس الواله مع هذا الرأس كيكون نحاسي دهبها الطريقة وهنايا باش تنفس القرعة لاحظوا انني قدرت واحد تقب هنايا تقب صغير بواحد سلك ولا باش كتبقى تنفس القرعة اذا هدي هادية هادية بغي نعطيها المتابعين ديالي ان شاء الله اني حالما اني بي مجانية في حقه هي مجانية ممكن انه كنت نشغي عند السيكليس قلو له اعطينا بحال هاد الفالف هادا اللي كيكونت الشامبرير ممكن انه يعطيو لكم تقبو البوشونة ونسقو هنايا وبني غادي تقلبوا القرعة بحال هادكا كا صافي ممكن الارنب انه يلامس هاد هاد الرأس هاد غادي غي يلامسو هكا وكيخرج الماء محدو الرأس كيخرج لان هناكي قا يدخل ويخرج رها يعني في حقيقة مجربة طريقة رها مجربة ويراغين بتيكار ديالي ماشي شي حاجة انه كنشوف الناس كي حصلوا بزاف هاد القادية ديالي مني غادي نجيبوهم هنين شرابات مني غادي نجيبوهم إن يقاللحظين عظي اللي pani quiكي play خياروه حقي Ho自 seconda هاد الشرابات ممكنا تديرو حال التصت هكا هالطاصة ليني يدايرو اللي هاد المشكل ديالهم إنهم ك ت mandyelång توuyسخ بالمدة ثانياjuk تتقالل خطراك كل واحد ديال له طاصة دياله ب Revering كما دايرنا الحناية نا دايرت الحلامة هما هما شرابات عني دايرهم ولكن هادونا غاليين في التامان تاعتهما هكا انتوما تاما بنفس هاد الرأس اللي كي يتمشى بنفس هاد الرأس هاد هاو ويمكن هاد انا جربت يعني ما كي قطرش قاع الماء بحال هاد شرابات هادو هادو باخترات كي قطروا الماء وكيبقوا يمزلوا على الكارج وكي تصدى الكارج اما بحال هاد الحلمات هادو هادو اللي بنصنعين هاد اله الفالج هادا ان شاء الله هاد الحلقة غالي تكون يعني مفيدة للمشاهدين ديالي اذا الحلقة ديالي هي هادي اه.. كنظن انها ناطل الاعجاب ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم وساندونا بزر جيم يعني كنحاول يعني نقدم لكم شي حاجة اللي جديدة يعني مبتكرة اه.. مرحبا بالتعاليق طيبة ديالكم اه.. تكيو على زر الجرس كي يصغيكم جديد يلي إن شاء الله وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله